الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع ستقوم بحظر استيراد الذهب الروسي الذي يعتبر ثاني أكبر صادرات موسكو بعد الطاقة وقال بايدن في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر أن الولايات المتحدة فرضت تكاليفة غير مسبوقة على بوتين لحرمانه من الإرادات التي يحتاجها لتمويل حربه ضد أوكرانيا وقبل اجتماعات مجموعة السبع قالت تغريدة الرئيس الأمريكي أن مجموعة السبع ستعلن عن حظر استيراد الذهب الروسي الذي هو سبب في دخول عشرات المليارات من الدولارات لروسيا خطوة تصعدية جديدة تتخذها الدول الغربية ضد روسيا في إطار العقوبات ردنا على العملية العسكرية في أوكرانيا الحكومة البريطانية أعلنت أنها ستحضر مع الولايات المتحدة واليابان وكندا أي واردات جديدة من الذهب الروسي في إطار إجراءات تهدف إلى معاقبة موسكو لندن أوضحت أن القرار سينطبق على الذهب المستخرج حديثا ولن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا في السياق أشارت مصادر إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر قراراً بحظر استيراد الذهب الجديد إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري في خطوة تهدف إلى زيادة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي من خلال منع مشاركتها في السوق الذهب وتنتج موسكو نحو 10% من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام وزادت حيازتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014 وسيكون حظر استيراد الذهب الروسي هو الأحدث في سلسلة من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ أن بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي موسيقى